صحبة الأولياء ولاية وصحبة الصالحين صلاح وصحبة المتقين تقوى وصحبة أهل الهداية سبب في الهداية أقول تاني صحبة الأولياء ولاية وصحبة الصالحين صلاح وصحبة المفلحين فلاح وصحبة المتقين تزيدك بالتقوى وصحبة أهل الهداية تكون السبب في هدايتك إلى طريق الله جل وعلا لذلك القرآن الكريم يضرب لنا مثل عجيب سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم خمسة سادسهم كلبهم سبعة وثامنهم كلبهم يتحدث عن أصحاب الكهف ويأتي ذكر الكلب معهم فاز كلب بحب أصحاب كهف فما بالكم بمن صاحب الصالحين ما بالكم بمن كان له ود موصول مع الأولياء والمقربين قال لي قائل تشقى بحب آل النبي قلت هذا كلام غاو شقي فاز كلب بحب أهل كهف فكيف أشقى بحب آل النبي من أحب الصالحين صار على نهجهم واقتفى أثرهم واقتدى بهم وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدافع عن الذين آمنوا وقلت قبل ذلك كثيرا قل لي من تصاحب أقول لك من أنت الصاحب ساحب الطيور على أشكالها تقع لا تصاحب إلا من ينفعك حاله أو يدلك على الله مقاله حال مع الله في حب الله وحب سيدنا رسول الله ومقاله لا يتكلم إلا بما يرضي الله ويرضي النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحدث يقول قال الله قال رسول الله قال الصالحون قال الأولياء قال العلماء قال العارفون إذا تحدث تحدث عن أهل الله وعن الصالحين فحديثه كله يأخذ بقلب الإنسان إلى الله جل وعلا هو ذا اللي انت صاحبه هذا هو من تحرص على صحبته وعلى معرفته أما ترجمة نانسي قنقر